قالت السيدة انتصار السيسي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تابعت بكل فخر واعتزاز فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وأضافت أننا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر حول مستقبل العالم فيما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية وقد وفر المنتدى بأفكار شبابه فرصة لهذا بشهادة الجميع ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية للمشاركين في المنتدى حيث أعربت عن استمتعها بالحوارات والنقاشات السرية مع قادة المستقبل كما هنأت منظمي المنتدى على نجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع تنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية معاربة عن تطلعها للنسخة الخامسة مختتمة كلامها بقولها دائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها اشتركوا في القناة